فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية لما تحدث المؤلف رحمه الله عن وجوب مخالفة أصحاب الجحيم بأنواعهم من اليهود والنصارى والمجوس ومشركة العرب قال أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرع لنا فإنها مبنية على مقدمتين إحداهما أن يثبت أن ذلك شرع لهم والثاني هل لا يكون في شرعنا بيان خاص له ثم قال ثم ذلك بشرط ألا يكون قد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم خلافه أو ثبت أصل شرعه في ديننا وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصله أو وصفه مثل في دائما نذر أن يذبح ولده بشاه ومثل الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه السلام ونحو ذلك وليس الكلام فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق في آخر الحلقة الماضية أن الشيخ رحمه الله أو رد اعتراضات على تحريم التشبه أو منع التشبه بغير المسلمين نعم وهذه الاعتراضات تتلخص في أمور ذكرها أولها أن شرع من قبلنا شرع لنا فما دام أن هذا شرع لمن قبلنا فإنه يكون شرعا لنا وليس فيه مشابه إذا فعلناه أجاب الشيخ عن هذا بأجوبة مفصلة نعم وقال في مجملها أن هذا يرجع إلى نقطتين النقطة الأولى أن يثبت أن هذا شرع لمن قبلنا لأن غالب ما بأيدي أهل الكتاب محرف نعم أو محدث من عندهم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم في الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله فهم يحرفون ويحدثون في دينهم فهل يقال أن هذا لما كانوا عليه يعتبروا شرعا لنا هذه مقدمة المقدمة الثانية إذا ثبت أنه شرع لمن قبلنا فلابد أن لا يأتي في شرعنا ما ينهى عنه أو ينسخه فلابد من هاتين المقدمتين أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا والثانية يثبت أن شرعنا ورد بموافقته ولم ينسخه نعم قال بشرطا لا يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خلافه نعم فإن جاء خلافه فهو منسوخ نعم أو ثبت أصل شرعه في ديننا وقد ثبت عن نبي من أنبياء أصله أو وصفه وهذه نقطة ثالثة أنه إذا ثبت أنه شرع أصيل في شرعنا فإنما يكون من كان قبلنا موافقا له وليس هذا من المشابهة وإن هذا فيما توافقت فيه الشرائع ومعلوم أن الشرائع اتفقت على التوحيد وإفراد الله بالعبادة وهو أعظم أمر وهو أعظم شيء وأصل الدين نعم فنحن إذا وحدنا الله وأفردناه بالعبادة لا يقال أننا تشبهنا لمن كان قبلنا لأن هذا مشروع لنا ومشروع لمن قبلنا نعم قال مثل في دائما نذر أن يذبح ولده بشاه نعم فقد ورد في من قبلنا من أمر بذبح ولده إبراهيم عليه السلام أمر في المنا من يذبح ولده ورؤية الأنبياء شرع وحق فأراد إبراهيم أن ينفذ ما أمر به في الرؤية ففداه الله بذبح عظيم وهو الشات أو الخروف من الجنة فذبح وصارت سنة في ذريته إلى يوم القيامة وهي الأضحية نعم ومثل الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه السلام ومثل الختان فإن الختان أول من اختتا هو إبراهيم عليه السلام فاستمر هذا شرعا في ذريته وهو من سنن الأنبياء كما جاء في الحديث أن من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء الختان فإذا عملنا به ليس معنى هذا أننا تشبهنا بهم وإنما معناه أننا عملنا بشرعا مستمر ومضطرد ومضطرد ترجمة نانسي قنقر